اشتركوا في القناة اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله ووقفنا عند القاعدة الرابعة عشرة وهي قوله التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس وهذه القاعدة تتعلق بالضمان وهي تشتمل على ألفاظ وهي التلف والأمين والظالم والتعدي والتفريط فأما التلف في قوله التلف في يد الأمين فالمقصود به هلاك المال إما بحرق أو إغراق أو تمزيق أو نحو ذلك فإن هذا كله يسمى تلفا وأما الأمين فهو من كان المال في يده بحق من كان المال في يده بحق وذلك مثل الوديع والشريك والأجير والمرتهن ونحوهم ممن جعل المال في يده بحق ويقابله الظالم وهو الذي في يده المال بغير حق كالغاصب والمتعد ومن حل عليه وفاء الدين فلم يسدد من حل عليه وفاء الدين فلم يسدد فتلف المال المعين ونحو هؤلاء ممن كان المال في يده من غير حق وذلك أن الناس باعتبار وجود المال بأيديهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول مالك للمال والقسم الثاني أمين والقسم الثالث ظالم فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة باعتبار وجود المال بأيديهم وأما بالنسبة للتعدي فالمقصود به فعل ما يحرم وذلك بأن يترف الإنسان مال غيره مثلا فإن هذا يسمى تعديا لأنه فعل لما يحرم وسمي بهذا الاسم وهو التعدي لأن فيه مجاوزة للحد فلهذا سمي تعديا وأما التفريط فهو يقابل التعدي فإذا كان التعدي فعل ما يحرم فإن التفريط ترك ما يجب والمعنى العام للقاعدة أن من تلف المال بيده فلا يخلو من حالين الحال الأولى أن يكون أمينا والحال الثانية أن يكون ظالما وقد عرفنا المراد بالأمين والظالم فإن كان أمينا فهل يضمن تلف المال أو لا والجواب على ذلك أن الأمين لا يخلو تلف المال بيده من حالين الحال الأولى أن يكون لم يتعدى ولم يفرط فلم يفعل في المال شيئا محرما ولم يترك ما يجب عليه من حفظ المال وحينئذ لا يجب عليه الضمان وذلك للدليل النقلي والدليل النظري فأما الدليل النقلي فهو قوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل والأمين محسن لأنه يحفظ مال غيره وما دام أنه محسن فليس عليه من سبيل ولو قلنا إنه يضمن لكان عليه سبيل والله سبحانه وتعالى أخبر أنه ليس عليه من سبيل وسبيل في الآية هنا جاءت نكرة في سياق النفي فتعم بل هي نص في العموم لأنها تقدمها حرف من والنكرة إذا جاءت في سياق النفي مسبوقة بمن فإنها تكون نص في العموم بمعنى أنها لا تحتمل إلا العموم فالأمين محسن وما دام أنه محسن فما عليه من سبيل هذه هي الحال الأولى بالنسبة للأمين وهي أن لا يتعدى أو يفرط وقد عرفنا أنه لا ضمان عليه في هذه الحال الحال الثانية عكسها وهي أن يتعدى أو يفرط وحينئذ يجب عليه الضمان لأنه في هذه الحال ظالم والظالم يجب عليه الضمان ونعود للحال الأولى عرفنا أن لها دليلا نقليا وقد ذكرناه وكذلك لها دليل النظري والدليل النظري على أن الأمين إذا لم يتعدى أو يفرط لا يضمن هو أننا لو قلنا بأنه يضمن في هذه الحال لترتب على ذلك مفسدة وهي أن الناس لا ينوبون عن غيرهم في أموالهم فإذا طلب إنسان من آخر أن يكون ماله عنده وديعة وعرف أنه يضمن مطلقا سواء أفرط أم لم يفرط فإنه يمتنع من قبول الوديعة وهذا فيه حرج على الناس وكذلك لو أن إنسانا طلب من آخر أن ينوب عنه في بيع أو شراء أو نحو ذلك بأن يكون وكيلا ودفع له مالا وعرف هذا الإنسان أن هذا المال لو تلف من غير تفريط منه ولا تعدي أنه يضمن فإنه يمتنع عن الوكالة وهذا فيه حرج على الناس وكذلك سائر الأمنا فإذا قلنا إنه يضمن مطلقا يعني سواء تعد أم لم يتعد أو أم فرط أم لم يفرط فإن هذا يترتب عليه حرج على الناس والشريعة جاءت برفع الحرج وهذا الدليل النظري له لا أصل لا عظيم في الشرع وهو أن الشريعة جاءت بجلب المصالح للمكلفين ودرء المفاسد عنهم ومن ذلك رفع الحرج عنهم فإذا الأمين له حال الحال الأولى أنه لا يتعد ولا يفرط فحينئذ لا يضمن لأمرين الأول أنه محسن والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل ولا الثاني أننا لو قلنا إنه يضمن مطلقا لترتب على ذلك وقوع الناس في الحرج والحال الثاني أن يكون الأمين قد تعدى أو فرط فإنه حينئذ يضمن لأنه ظالم والظالم يجب عليه للضمان وبناء على هذا نعلم أن الأمين وسط بين مالك المال والظالم فإن لم يتعدى ولم يفرط فإنه يلحق بمالك المال وإن تعدى أو فرط فإنه يلحق بالظالم وقد تقدم معنا في بداية الكلام على القاعدة أن الناس باعتبار وجود المال بأيديهم ثلاثة أقسام مالك للمال وأمين عليه وظالم في إمساكه أو في التصرف فيه فالأمين في حال يلحق بالقسم الأول وهو مالك المال وهي إذا لم يتعدى أو يفرط وفي حال يلحق بالقسم الثالث وهو الظالم وهي إذا تعدى أو فرط وقد ذكر العلماء أنه لا تجتمع الأمانة والضمان لا تجتمع الأمانة والضمان والضمان ومعنى ذلك إذا لم يتعدى الأمين أو يفرط أما إذا تعدى أو فرط فإنه يجب عليه الضمان وهل يضمن المستعير إذا تلف المال بيده نحن عرفنا أن الوديع والوكيل والأجير والشريك والمرتهن لا يجب عليهم الضمان إلا إذا تعدوا أو فرطوا لكن المستعير هل يجب عليه الضمان إذا تلف المال بيده أو أنه لا يجب عليه الضمان فإذا استعار إنسان من آخر سيارة أو استعار كتابا أو استعار أي شيء من الأموال فتلفت فهل يجب عليه الضمان ذلك أو لا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين القول الأول أن المستعير يجب عليه الضمان مطلقا يعني سواء فرط أم لم يفرط تعدى أم لم يتعدى فيجب عليه الضمان بخلاف الوديع والوكيل والمرتهن ونحوهم وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة وعليه كثير من أهل العلم ويفرقون بين المستعير وغيره كالوكيل والشريك والمرتهن بأن المستعير قبض المال لحظ نفسه يعني لمصلحة نفسه بخلاف الوديع ونحوه فهؤلاء قبضوا المال لحظ غيرهم فلا يجب عليهم الضمان إلا إذا فرطوا أو لتعدوا هذا هو القول الأول في المسألة القول الثاني أن المستعير كغيره فلا يجب عليه الضمان إلا إذا تعدى أو فرط لأنه أمين فصاحب المال لما دفع للمستعير ماله فقد اعتمنه على ذلك وما دام أنه أمين فإنه لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط لأن القاعدة أن الأمين لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط وعما الفرق الذي ذكر وهو أنه أخذ المال لحظ غيره فهذا منتقض بالمرتهن فإن المرتهن أيضا قبض المال لحظ نفسه وقيل لا يجب عليه الضمان إلا إذا تعد أو فرط وهذا القول الثاني هو الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن ابن سعد رحمه الله في شرحه لهذه القواعد وفي غيره من كتبه وهو أيضا اختاره طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله وبناء على هذا فإن المستعير كغيره من سائر الأمناء وهذا القول هو أوجه القولين للأمرين الأمر الأول قوة الدليل على ذلك والأمر الثاني أنه قول المطرد في جميع الأمناء وخلاصة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ مع القاعدة التي قبلها وهي القاعدة الثالثة عشرة التي قال فيها الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس خلاصة هاتين القاعدتين أن أسباب ضمان المال ثلاثة السبب الأول التسبب والسبب الثاني المباشرة وقد عرفنا في درسنا السابق معنى التسبب والمباشرة السابق وهذان السببان مذكوران في القاعدة الثالثة عشرة السبب الثالث هو اليد الظالمة وتسمى أيضاً باليد العادية وهذا السبب مذكور في هذه القاعدة الرابعة عشرة ثم ذكر الشيخ صياغة أخرى للقاعدة فقال أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس وهذه صياغة أخرى للقاعدة السابقة فهي بمعناها فما ترتب على المأذون فهو غير مضمون فمن اعتمن شخصاً على ماله فذلك يترتب عليه الإذن بأن يتصرف في حدود ما تقتضيه الأمانة فإذا هلك المال في هذه الحدود فإنه لا يجب الضمان لأن هذا التصرف مأذون فيه وما ترتب على المأذون فيه فإنه لا يضمن والعكس بالعكس بمعنى أنه ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون فقوله العكس بالعكس يعني العكس في الصورة بالعكس في الحكم العكس في الصورة بالعكس في الحكم فإذا كان ما ترتب على المأذون غير المضمون فكذلك فكذلك ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون فقوله رحمه الله العكس بالعكس يعني العكس في الصورة بالعكس في الحكم ثم ذكر بعدها قاعدة مهمة وهي القاعدة الخامسة عشرة فقال القاعدة الخامسة عشرة لا ضرر ولا ضرار وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية التي يرجع إليها الفقه الإسلامي لأن الفقه الإسلامي كله يدور على خمس قواعد القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها ويعبر عنها بعض العلماء بالأعمال بالنية والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك والقاعدة الثالثة المشق تجلب التيسير والقاعدة الرابعة الضرر يزال وهي هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله والقاعدة الخامسة العادة محكمة فهذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسلامي وأصل هذه القاعدة ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وقوله وقوله لا ضرر هذا فيه نفي لابتداء الضرر وذلك بأن يبتدأ الإنسان لا الضرر على غيره إما بقول وإما بفعل وإما بترك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر وأما الضرار فهو فعل الضرر على وجه المقابلة بأن لا يبتدأ الإنسان الضرر ولكنه إذا أضر به شخص فإنه يقابله بالضرار الضرار فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وهذا نفي بمعنى أنه يعني لا تضر أحدا ولا تضارره فالنفي هنا بمعنى أنه والقاعدة أن النهي المطلق يدل على التحرين وعلى هذا فإنه يحرم على الإنسان أن يضر بغيره على وجه الابتداء أو أن يضر بغيره على وجه المقابلة والنهي عن الضرر على وجه المقابلة ليكون إذا كان الضرار فيه زيادة على الضرر الذي حصل له أما إذا كان بالمثل فإن هذا جائز لقوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به والعلماء يعبرون عن هذه القاعدة بالضرر يزال وبعضهم يعبر بقوله الضرر مزال بحرف الميم والذين عبروا بقولهم الضرر لمزال لمقصودهم بهذا هو أن زوال الضرر أمر ثابت لأن الإسم يدل على الثبوت فرفع الضرر في الشريعة أمر ثابت والأسماء تدل على الثبوت والذين عبروا بقولهم يزال لا ينفون لهذا وإنما مقصود أودهم أن الضرر كل ما حصل فإنه تتم إزالته لكن التعبير بلفظ الحديث أفضل ولهذا عبر به الشيخ رحمه الله فقال القاعدة الخامسة عشرة لا ضرر ولا ضرار وهذا التعبير أفضل لوجهين الوجه الأول أنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن اللفظ الذي اختار الله سبحانه وتعالى أن يعبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من اللفظ الذي اختار أن يعبر به غيره وأما الأمر الثاني فهو أن لفظ الحديث أعم من لفظ القاعدة لأن لفظ الحديث يشمل نفي الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه فيقول لا ضرر يعني ابتداء ولا ضرار يعني على وجه المقابلة ولا ضرر أيضا بعد الوقوع لأن الضرر هنا نكرة في سياق النفي فيشمل الضرر قبل وقوعه والضرر بعد وقوعه أما الضرر يزال فهذا يختص بالضرر بعد وقوعه فإذا وقع فإنه يزال ويرفع وما دام أن لفظ الحديث لا أوسع من لفظ القاعدة فإن فائدته تكون لا أنفع من فائدة القاعدة وإن كان لفظ القاعدة يدل على المعنى الأول لأنه إذا كان الضرر إذا وقع يزال فإنه يلزم من هذا أنه لا يجوز ابتداء الضرر وهذه القاعدة ينبني عليها فروع كثيرة ولهذا قلنا في بداية الكلام عليها إنها من القواعد الكلية أي القواعد العامة التي ينبني عليها ما لا يحصى من المسائل الفقهية ومن هذه الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يجور في وصيته على الورثة وذلك بأن يوصي بأكثر من الثلث فإن هذا فيه جورا على الورثة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة على الثلث في الوصية فقال الثلث والثلث كثير فوجه النبي صلى الله عليه وسلم سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى أن يقتصر على الثلث وهذا يتضمن النهي عن الزيادة على ذلك ومما يتعلق بالضرر في الوصية أن الإنسان لا يجوز له أن يوصي لبعض الورثة دون بعض لأن هذا فيه مضرة على من لم يوص له ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية للوارث فقال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ومن فروع هذه القاعدة لأنه لا يجوز للزوج أن يضار زوجته من أجل لأن تفتدي منه وذلك بأن يعلقها لا يحسن لمعاملتها ولا يطلقها من أجل أن تفتدي منه وهذا فيه مضرة عليها ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك فقال ولا تضارهن لتضيق عليهم وأيضا من الفروع المترتبة على هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يضر جاره أو يضاره وذلك بإلقاء الأذى على داره أو على بابه أو أن يفعل في جدار جاره ما يترتب عليه بذلك مضرة ونحو هذا من الفروع وبالجملة فكل قول أو فعل يترتب عليه مضرة فإنه يدخل في هذه القاعدة وهذه القاعدة راجعة إلى لا أصل أكبر منها ترجع إلى أصل أعظم منها وهذا الأصل هو أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وإلحاق الضرر بالإنسان فيه مفسدة وكف الأذى عنه فيه مصلحة وجميع تفاريع الشريعة وأحكامها ومسائلها داخلة تحت هذا الأصل وهو جلب المصالح ودرء المفاسد بل قال بعض أهل العلم الأحكام كلها راجعة إلى أصل واحد وهو جلب المصالح لأن درء المفاسد راجع إلى لأن درء المفاسد راجع إلى جلب المصالح لأنه يلزم من درء المفسدة حصول المصلحة فتكون الأحكام التكليفية كلها راجعة إلى جلب المصالح ولما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام على هذه القاعدة لانتقل للكلام على قاعدة أخرى وهي القاعدة السادسة عشرة فقال القاعدة السادسة عشرة العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون وهذه القاعدة تتضمن أمرين الأمر الأول أن العدل واجب والأمر الثاني أن الفضل مسنون فأما الأمر الأول وهو أن العدل واجب في كل شيء فهذا هو الأصل الذي قامت عليه كل أحكام الدين فإن أحكام الدين كلها من مسائل العلم ومسائل العمل راجعة إلى هذا الأصل وأعظم العدل هو توحيد الله سبحانه وتعالى ولهذا أخبر الله عز وجل بأن الشرك ظلم عظيم فقال إن الشرك لظلم عظيم فأعظم العدل توحيد الله سبحانه وتعالى ثم القيام بشرائعه بالأوامر والنواهي وما من حكم يتعلق بالعبادات أو يتعلق بالمعاملات أو يتعلق بالعادات أو يتعلق بالجنايات إلا راجع إلى هذا الأصل ومن يتدبر الأحكام الشرعية يجد أنها كلها مؤسسة على هذه القاعدة العظيمة وهي قاعدة العدل فما من حكم أو استثناء أو وصف أو غير ذلك إلا ويراعى فيه هذا الأمر وهو تحقيق العدل ونفي الظلم ومعنى العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه أن يُعطى كل ذي حق حقه فيُعطى الله سبحانه وتعالى حقه من التوحيد والعبادة ونبذي الشرك واجتناب الكفر والفسوق والعصيان وتُعطى النفس حقها ويُعطى الآدميون حقوقهم بل تُعطى البهائم حقوقها فيُعطى فيُعطى كل ذي حق حقه ويدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما فجاء سلمان يزور آخاه أبا الدرداء فلم يجده ووجد امرأته متبذلة يعني لابسة ثياب البذلة وهي ثياب الخدمة التي تكون في البيت فسأل عن أخيه فلم يجده وسألها عن حالها فقالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له فينا حاجة أو نحو هذه العبارة ثم جاء أبا الدرداء فقدم لسلمان طعاما وامتنع أبا الدرداء من الأكل فقال له سلمان كل قال إني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل أبا الدرداء ثم لما جاء الليل قام أبا الدرداء يصلي فقال له سلمان نم فنام ثم قام يصلي فقال له نم فنام ثم قام الثالثة يصلي فقال له قم الآن ثم قال له سلمان رضي الله عنه إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وفي لفظ لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان فهذا هو العدل وهو أن يعطى كل ذي حق حقه ولا يمكن أن يعطى كل ذي حق حقه إلا باتباع شريعة الله سبحانه وتعالى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مجتملة على الوفاء بجميع الحقوق فلا يمكن أن يؤدى الحق بمراعاة أي قانون أو عرف آخر لغير ما جاءت به الشريعة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم ما يصلحهم ويصلح لهم فهو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم الحقوق التي تكون لهم وتكون عليهم فمن أراد أن يثبت حقا لم تأتي به الشريعة فلنعلم أن هذا ليس بحق ومن أراد أن ينفي حقا جاءت به الشريعة فلنعلم أنه مبطل وأنه قد نفى لأمرا جاءت به الشريعة ومن أراد أنه قد نفعه فإننا نعلم أن الحق إنما يعرف من طريق الشرع أو ما دل عليه كالعرف الصحيح والعقل الصحيح فإذا وجدنا شيئا في الكتاب أو في السنة أو في الأدلة المعتبرة أو في عرف الناس أو في عقولهم الصحيحة وفطرهم السليمة ليعتبر حقا فإنه يكون كذلك أما العقول الفاسدة والفطر المنحرفة والأعراف الفاسدة فهذه لا يؤخذ منها الحق وإنما يؤخذ منها الباطل والدليل على هذا الأصل قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان فدل ذلك على أن العدل مأمور به وكذلك الإحسان مأمور به لكن العدل مأمور به على سبيل الوجوب وإن كان يختلف من مسألة إلى أخرى ولهذا العلماء يقولون العدل في كل شيء بحسبه العدل في كل شيء بحسبه فالعدل مع الله سبحانه وتعالى يختلف عن العدل مع الوالدين والعدل مع الوالدين يختلف عن العدل مع بقية الآدميين والعدل مع الآدميين يختلف عن العدل مع البهائم وهكذا فالعدل في كل شيء بحسبه ويدل على هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط والقسط هو العدل فأخبر الله سبحانه وتعالى أن القسط مأمور به وهذا صريح في أنه مأمور به لأن الشارع إذا قال لا أمرتكم أو هذا مأمور به فهذا صريح في الأمر وكذلك قوله سبحانه وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فقوله أقسطوا هذا يعني اعدلوا وهو أمر والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب ولهذا قال الشيخ رحمه الله العدل واجب في كل شيء يعني بحسبه ومفهوم هذا الأصل أن الظلم محرم في كل شيء فإذا كان العدل واجبا في كل شيء فإن مقابله وهو الظلم محرم في كل شيء فإذا كان العدل واجبا في حق الله فالظلم محرم في حقه ولما كان العدل واجبا مع النفس فإن الظلم محرم في حقها والعدل مع النفس يكون بحملها على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وإبعادها عن الهلاك وأسبابه فيكون العدل معها بالمحافظة عليها من جهة الحقيقة ومن جهة المعنى ولما كان العدل مع الآدميين واجبا فإن الظلم معهم محرم ولما كان العدل مع البهائم واجبا بأن تعطى حقوقها التي شرع الله لها من الطعام والشراب وعدم التعذيب فإن الظلم في حقها محرم وكما تقدم إذا تأملنا جميع أحكام العقائد نجد أنها مؤسسة على هذا الأصل وإذا تأملنا جميع أحكام الفقه الإسلامي ومسائله من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية الإقرار فإننا نجد أن كل حكم من هذه الأحكام مؤسسة على العدل فما كان منصوصا عليه فهذا أمره واضح لأن الشريعة لا تأتي إلا بالعدل وما لم يكن منصوصا عليه وإنما هو محل اجتهاد بين العلماء فينظروا فيه فما وافق العدل فهو شرع الله وما خالف العدل فليس شرع الله سبحانه وتعالى لأن الشريعة جاءت بالأحكام العادلة لأنها من عند الله ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى هذا هو الشق الأول من القاعدة وهو أن العدل واجب في كل شيء الشق الثاني من القاعدة هو أن الفضل مسنون ومعنى هذا أن من فعله على وجه الامتثال فإنه يثاب على ذلك ومن لم يفعله فإنه لا شيء عليه لأن هذا هو شأن السنة والفضل معناه الزيادة عن العدل وهو الإحسان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان فالعدل مأمور به لكن الأمر به على سبيل الوجوب والإحسان مأمور به لكنه مأمور به على سبيل السنة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى العدل والفضل في قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله فقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا ذكر فيه العدل وقوله فمن عفى وأصلح فأجره على الله هذا ذكر فيه الفضل وكذلك قوله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ذكر العدل في قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وذكر الفضل في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين والفضل توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد فإنه لا يطيقه كل أحد لأن بعض الناس يستطيع أن يعدل لكنه يعجز عن الفضل كما أن بعض الناس يعجز عن العدل أصلا فكذلك بعض الناس يعجز عن الفضل ولهذا أهل الفضل والزيادة يكون لهم عند الله سبحانه وتعالى الفضل والزيادة والله سبحانه وتعالى أعظم فضلا وأكرم عطاء الأوامر الشرعية دائرة بين هذين الأمرين إما العدل وإما الفضل والفضل عدل وزيادة وزيادة الفضل عدل وزيادة ولهذا قلنا كل أحكام الشريعة مبنية على العدل والأحكام التي فيها فضل هذه فيها عدل وفيها زيادة على العدل وهي الفضل وهذه الزيادة وهي الفضل تقتضي زيادة الثواب من الله سبحانه وتعالى لأن جزاء الإحسان الإحسان والله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فهذا استفهام بمعنى التقرير يعني جزاء الإحسان الإحسان كما في قوله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر فهذا استفهام بمعنى التقرير يعني قد جاء على الإنسان حين من الدهر وأشير هنا إلى ما يتعلق بالأمر الأول وهو العدل وهو أنه في بعض الأحيان قد يتعذر العدل الحقيقي في مسألة من المسائل فحينئذ يجب على الإنسان أن يفعل ما يقاربه أن يفعل ما يقارب العدل وهذا يسمى العدل الحكمي وهو الذي يستطيعه الإنسان فيفعل الأمثل فالأمثل ومن أمثلة هذا أن القاضي مثلا إذا أراد أن يولي على صبي ولم يجد عدلا وإنما وجد بعض ألف الساق من أقاربه فإنه يولي عليه أقلهم فسوقا لأن هذا هو الأمثل وهذا وإن كان ليس عدلا حقيقيا إلا أنه عدل حكمي ومن أمثلة ذلك العدل بين الزوجات في الميل القلبي فإن الإنسان لا يستطيع أن يعدل لكنه يفعل ما يمكنه من العدل من المبيت والنفقة والكسوة ونحو ذلك ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولن تستطيع أن تعدلوا يعني العدل الحقيقي لكنه يجب العدل الحكمي وهو أن يفعل الأمثل فالأمثل وهو الأقرب للعدل ويؤكد هذا أن الله سبحانه وتعالى قال وأوف الكيل والميزان بالقسط فأمر أن الإنسان عند الكيل وعند الوزن أن يكون ذلك بالقسط أي بالعدل ثم قال بعدها لا نكلف نفسا إلا وسعها وهذا فيه إشارة أن الإنسان إذا عجز عن العدل فإنه يفعل ما يستطيعه ويقدر عليه لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف أحدا إلا ما يستطيع وهذا الأمر يحتاجه أصحاب الولايات والآباء والأزواج ونحوهم فيما هم مولون عليه فمن استطاع العدل الحقيقي وجب عليه فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى بدله وهو العدل الحكمي ومما يدخل في العدل الحكمي الترجيح بين المصالح والمفاسد فترجيح الراجحة على المصلحة المرجوحة هذا من باب العدل الحكمي لأن فيه تفويتا لمصلحة لكنها مرجوحة وكذلك درء المفسدة الراجحة بفعل المفسدة المرجوحة فإن هذا من العدل الحكمي وكذلك الترجيح بين المصالح والمفاسد فإن هذا من العدل الحكمي والناس بالنسبة للعدل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للعدل والفضل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول لمنصفون وهم العادلون والقسم الثاني لسابقون وهم أصحاب العدل والفضل والقسم الثالث ظالمون وهم الذين لم يحققوا العدل فهم إما ظالمون لأنفسهم وإما ظالمون لله سبحانه وتعالى وإما ظالمون لغيرهم ولما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على هذه القاعدة وهي قاعدة العدل والفضل انتقل للكلام على قاعدة أخرى وهي القاعدة السابعة عشرة فقال من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذه القاعدة سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر